اشتركوا في القناة ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الصابيري النجم يستع في الدور الإيطالي على رادار الرقراجي لفت النجم المغربي الشاب عبد الحميد صابيرا الأنظار إليه مؤخرا بعد تألقه في الدور الإيطالي مع فريق سامدوريا وطالب عدد كبير من عشاق الكرة المغربية من المدرب الجديد للمنتخب الوطني وليد رقراجي طالبه بالصدع الصابير إلى المنتخب بعدما برهن على موهبته وعلو كعبه في آخر مباراة له ضد يوفينتوس حيث قدم أداء رائعا وتحصل من خلاله على تنقيد 7.3 وسبق لصابيري أن متل منتخب ألمانيا تحت الواحد والعشرون عاما في خمس مباريات لكن تقارير صعفية أفدت بإمكانية دعوته لتمثيل الأصود تحسبا لنهائية كأس العالم قطر 2022 عاجل لأول مرة الرقراجي يستدعي أغلب اللاعبين من البطولة الاحترافية وهذه التفاصيل اختارت طاقم التقني للمنتخب الوطني لكرة القدم تسعة لاعبين من البطولة الاحترافية ضمن اللائحة الأولية للأصود التي ستخوض تجمعا إعداديا بإسبانيا في الفترة ما بين العشرون والسابع والعشرون من شتنبر المقبل وحسب موقع الكورة فقدمت اللائحة الأولية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أربعة لاعبين من الويداد الرياضي ويتعلق الأمر بردى التقنوتي ويحيى عطية الله ويحيى جبرا وأيمن الحسوني إلى جانب حمزة موسى ويسل بحير من نهضة بركان ومحمد الشيبي من الجيش الملكي ويشام المجهد من حسنية أغادير والحارس أنسزنيتي من الرجاء الرياضية ويشد المنتخب الوطني لكرة القدم الرحال إلى إسبانيا يوم الثامن عشر من شتنبر القادم على أن يبدأ اللاعبون في التوافد على مدينة برشلون يوم العشرون من ذات الشهر استعدادا للمباراة الأولى ضد شيلي يوم الثالث والعشرون من الشهر ذاتها في حين أن المباراة الثانية ستكون ضد الباراغوا يوم السابع والعشرون من الشهر القادم بمدينة إشبيليا الإسبانيا مفاجأة نادي عملاق يريد خطف حكيم زياش من أيدي آياكس أكدت تقارر إعلامي هولندية دخول نادي إنجليزي كبير بقوة من أجل ضم اللاعب المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف نادي تشيلس الإنجليزي ويتعلق الأمر بنادي توتنهام تسبير حيث أشارت صحيفة آياكس الهولندية والمقربة من أسوار نادي آياكس بأن إدارة توتنهام دخلت في منافسة قوية مع النادي من أجل الضفر بخدمات حكيم زياش وأشارت إلى أن توتنهام يحاول تسريع المفاوضات مع إدارة تشيلسي ذات الصحيفة أشارت إلى أن أنطونيو كونتي مدرب سبيرز يرغب في ضم زياش في أقرب وقت ممكن والنادي مستعد لشراء عقد اللاعب أو جلبه بنظام الإعارة مع دفع كامل راتبها عكس آياكس الذي يرغب في دفع نصف راتبه فقط والجدير بالذكر أن زياش أصبح خارج حسابات طمس سوخي المدرب نادي تشيلسي وقد وضعت إدارة تشيلسي اسمه ضمن قائمة المغادرين هذا الصيف لكن من الممكن أن يستمر اللاعب في صفوف تشيلسي إن لم يصل الطرفان لاتفاق نهائي مصدر هذا الخبر مأ 24 برس المنتخب المحلي يصحق نظيره جامايكي بتلاتية نظيفة تفوق المنتخب الوطن المغربي لللاعبين المحليين على منتخب جامايكا بتلاتية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عشية يوم التلتاء بمدينة فيينا برسم الدورة الدولي في كرة القدم الذي تحتضنه النمسا وانتهى الشوط الأول في المباراة بتفوق النخبة الوطنية بهدف دون رد حمل توقع الجنح محمد حمودان في الدقيقة الثالثة والثلاثون وخلال الجولة الثانية واصلت كتيبة المدرب حسين عموتا سيطرتها وتوجتها بهدف ثاني سجله المدافع محمد نهيري عن طريق دربة جزاء في الدقيقة الرابعة والسبعون وفي الدقيقة الثمانون سجل البديلر داسليم الهدف الثالث للمنتخب الوطني المحلي بعد استغلاله تمررة محكمة من زميله يوسف بالعمري وكان المنتخب الوطني المغربي للعيبين المحليين قد تعادل في المباراة الأولى ضمن هذا الدور مع منتخب قطر بنتجة هدفين لمثلهما يذكر أن اللجنة المنظمة للدور الدولي للمسا كانت قد أبلغت إدارة المنتخب الوطني للعيبين المحليين بأن النخبة الوطنية ستكتفي بإجراء مباراتين في هذه البطولة الدولية أمام كل من المنتخبين القطر والجاميكي بعد رحيله عن المنتخب المغربي خالر لوزيتش يبتعد عن التدريب بتخصص جديد عرج النخب الوطني السابق وحيد خالر لوزيتش إلى التحليل الرياضي بعد انفصاله عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعدم تمكنه من قيادة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 وبات خالر لوزيتش محللا رياضيا لصحيفة ليكيبا الفرنسية كاتبا عمودا متناولا فيه نادي باريسان جرمان الفرنسي عبر نجومه أو أسلوب لعبه الجماعي وحضوضه في تحقيق لقب دور أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي وكتب المدرب البوسني ميسي مدرسة في كرة القدم وأرى أنه دكي جدا الخطى الجديدة لباريسان جرمان ستجعله يساعد بابي ونيمار أكثر من تفكيره في تسجيل الأهداف والفوز بالكرة الدهبية وتابع باريسان جرمان هو الفريق الأفضل في العالم حاليا الأمر يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين اللاعبين يجب جمعهم في مشروع مشترك ويضع كل واحد فيهم غروره جانبا وشدد خلال الزيتش أن باريسان جرمان في الموسم الحالي استثنائي وليس هناك أي فريق قادر على ردعه وذلك لنجاح المدرب الجديد كريز سوف غالتي في إيجاد التوليفة المناسبة لجميع اللاعبين وكانت الجامعة قد انفصلت عن خلال الزيتش بسبب تباعد الرؤى حول تحضير المنتخب المغربي لنهائية كأس العالم قطر 2022 الاتحاد الجزائري عرق الانضمام بنغيت إلى الرجاء بات عبد الرؤوف بنغيت متوسط ميدان الرجاء المغربية في موقف لا يحسد عليه بعد رفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم إرسال بطاقته الدولية وذكر موقع كورة أن الرجاء تقدم بطلب الاتحاد الكرة في بلادها للتواصل مع ناظره الجزائري بشأن إرسال بطاقة اللاعب لكن الاتحاد الجزائري رد بالسالب على الطالب المغربي مؤكدا وجود اعتراض من نادي مولودية وجدة مما يمنع استكمال الإجراءات وكان بنغيت قد قرر وضع حد لتجربته مع النادي العاصمية وخوض مغامرة جديدة في الدور المغربية دون الحصول على ترخيص من إدارة المولودية أو التفاوض على تسريحه ترجمة نانسي قنقر